فالحقيقة بيان قوي جدا احنا بنتكلم عن قمع بنتكلم عن استبداد بنتكلم عن قفل صحف بنتكلم عن فساد بنتكلم عن حب صحفيين بنتكلم عن قمع مظاهرات في الشوارع اللي بيتشدق بالحريات والديمقراطية بنتكلم عن ثقر شخصي من جيش مصر ثقر شخصي من جيش مصر عقدة لدى التيار الديني في توركية ثقر من جيش مصر في عقدة اسمها الجيش مصر العقدة دي متبسلة من عهد محمد علي ثم تتجدد الآن في شخص الرئيس السيسي وفي شخص وفي كيان اسمه المؤسسة العسكرية المصرية بتكلم في ايه الرجل بقى في مقابل ده بلده دولة رانزيت بيرعل ارهاب الدولي طب هقولك على حاجة ودي على فكرة موضوع انا شايفه في احد الصحف العالمية بسي قادر افتكر الصحيف في الوقت بس يصدقني يعني انه تركيا عبر الاستخبارات التركية وعبر وعود مقدمها اردوغان لجماعة زي جماعات زي فجر ليبيا وغيره من الجماعات المتطرفة في أعلى الأراضي الليبية بيشتري النفط الليبي من جماعات الإرهاب الليبية يعني في بعض الجماعات الليبية مسيطرة على مناطق النفط في ليبيا وعلى حقول النفط في ليبيا فالراجل بدل ما يروح يشتري من النظام الشرعي في ليبيا عشان يدخل الفلوس للخزانة الليبية عشان تنعكس على الشعب الليبي رايح يشتري البترول من الجماعات المتطرفة اللي سرق حقول النفط الليبية تحت سيطرتها المسلحة مستغلة الفوضى فيه اللي في ليبيا فانت رايح تشتري من الإرهابيين ده لازم يتحكم دوليا يعني دي أقلها محاكمة دولية ليه؟ لأنه هو رايح يشتري من الليبيين المتطرفين ويدفع لهم فلوس طبعا الفلوس دي هتروح فين؟ هتروح للتنظيم وممكن يبدلهم بها سلاح وتركيا بقى عندها أساطيل كبيرة جدا وليبيا ساحلها مفتوح عب يا باشا سلاح وخد مكانه لإيه؟ البترول والسلاح اللي بيديه يعني ما تفتكرش حتى أنه سلاح حديث ولا حاجة دي زبالة ترسانات السلاح لتركي لأنه طبعا تركي احنا عارفين أنها عضو في الناتو جيشها قوي يعني مش برضو جيش مش شوية الشعب الترك شعب شعب مسلم شعب طيب شعب محب شعب على رأسنا من فوق كشعب لكن حقيقة هو نظام قمعي وانتو لو تشوفوا المعارضة التركية بتقول عليه إيه؟ في قمع وفي شغلة زي بتاعه هنا كده اللي هو قدرة على الحشد بطريقة الإخوان المسلمين تقدر تخلصتوا الانتخابات اللي هو كان المفروض كانوا عايزين يعملوه هنا ويستنسخوه كمان بيشتري أيضا من داعش يعني بعد ما سيطروا داعش بدأ يشتري كمان داعش لما سيطرت على بعض الأماكن النفطية راح يشتري من داعش انت بتكلم عن مجرم دولي انت بتكلمش عن رئيس بلد انت بتكلم عن مجرم دولي انا شخصيا أستغرب احنا ازاي احنا ما بنفكرش ان احنا نقدم فيه بلاغات في محكمة جنائية دولية لانه لو ثبوت هذه المعلومات ثبوت هذه المعلومات في تقديم أسلحة بطريق سري لجماعات الارهاب والتطرف ويشيرى بترول دول سرقة كده علني عيني عينك بترول مسروق وانت راح تشتريه بترول مسروق راح تشتريه وبتبدله بسلاح وبتبدله بفلوس بتدعم به طائرات متطرفة انت عارف انها هتحقق لك مصلحتك انت مش مصلحة تركيا ما هي تركيا خد بالك اللي طباخ السم بيدوق هتلف هتلف وهتلبس في تركيا بقى صدقني يعني انت بعد شوية ما تستبعتش انه بعد شوية بس تلاقي تركيا دي تعرضت الى موجة من التفجيرات وعمليات ارهابية ونشطت جوه الجامعات الارهابية لانه سم عمال انت بت مش هتسيطر عليه جنه بتحضره مش هتسيطر عليه فأقل حاجة أقل حاجة انه الرجل ده يتقدم للمحكمة والله العظيم يتقدم فعلا للمحكمة وتتقدم فيه بلاغات لانه ده ارهاب دولي رعاية للارهاب الدولي رعاية الارهاب طب تركيا دولة ترانزيل طب شيرة البترول من داعش والجامعات المتطرفة الليبية ده كله كده ويطلع كده ويستقبلوه في الامم المتحدة ها وهو مجرم دولي دي حاجات لازم بجد لازم تتفاعل ولازم البلدان العربية اللي مأزية من داعش مأزية من التطرف الليبي اللي في ليبيا لازم تتحرك على هذا الصعيد ولازم يكون الرد الصعصعين فعلا بقولك ما تزعلش على اللي بيحصل ما تزعلش ليه؟ لأنه أدي هو قدامك أنت قدام مجرم دولي هنزعل من مجرم مش عايزك تزعل ترجمة نانسي قنقر